موسيقى اهتممت خلال متابعة لهذا المؤتمر بقضية مشكلية وأساسية كانت مفتئة تشغل الضمير الجمعي العربي الإسلامي أعني قضية التغيير السياسي فمعلوم أن التغيير السياسي من بين المطالب الأساسية التي كانت حاضرة في كتابات العرب في العصر الحديث فتحقيق النهضة الحضارية المنشودة مرهون في جانب كبير بتحقيق تغيير في مستوى علاقة الحاكم بالمحكوم وفي مستوى تطوير آليات النظام السياسي في البلاد العربية والإسلامية ولم يغفل الأستاذ عبد السلام ياسين عن هذا الجانب فعني به في مؤلفاته واشتغل على قضية التغيير السياسي في الفكر الإسلامي وحاول أن يقدم مقاربة نقدية للإرث السياسي الإسلامي فبين مخاطر التحول من الفطرة الراشدية التي اتسمت بحكم تشاوري إلى مرحلة الملك العذوذ الذي بدأ مع بني أمية واتصل على مدى قرون في فطرة تسمت بعصر الإنحطات لماذا؟ لأن العلاقة فيها كانت مؤسسة على قطيعة بين الحاكم والمحكوم وكانت مؤسسة الحكم في البلاد العربية والإسلامية قائمة على أساس الاستلاء بقوة العصبية أو بقوة النسب أو بقوة القبيلة وحصل حالة من الانزياح عن التجربة الراشدية الأولى التي استحضرت مفهومة الشورى من خلال قراءتي لما هي التغيير السياسي وأساليبه ومقاصده عند الأستاذ عبد السلام يسين تبينت أن الرجل حاول في مقام أول تحديد ضرورة التغيير بما هي ضرورة وجودية واسمة للمجتمعات البشرية وبما هي ضرورة مطلوبة في الآن والهنا بالنسبة للاجتماع العربي والإسلامي ذلك أن ما يعيشه المسلمون من استبداد استمر حتى بعد مرحلة الاستقلال جعل التفكير في السياسي أمرا ضروريا والأستاذ عبد السلام يسين من خلال مقاربته لمشغل التغيير السياسي بحث في جانبين أساسيين هما أساليب هذا التغيير ومقاصد هذا التغيير ففي مصوى الأساليب نتبين أن الأستاذ عبد السلام يسين بدأ ميالا إلى اعتماد أسلوب يقوم أساسا على المسالمة وعلى الملاينة وعلى التدرج في تقديم الترحة التغييري من منظور إسلامي في المستوى السياسي فكان ميالا إلى اختيار العمل العلني في مستوى العمل السياسي على خلاف عدد كبير من الحركات الإسلامية التي كانت ميالة في السبعينات والثمانينات والتسعينات إلى العمل السري لكن عبد السلام يسين اختار أسلوب المصارحة وأسلوب العمل العلني لكي يطرح مشروعه السياسي وبرنامجه السياسي الخاص بجماعة العدل والإحسان ويجعل الناس يحتكمون إليه ويختارونه أو يردونه فكانت تجربته قائمة على جانب كبير من الشفافية والوضوح من هذه الناحية فلم يختر العمل في الظلام بل رأى ضرورة العمل في العلن حتى يكون الناس على بينة من هذا التصور السياسي لمسألة إدارة الحكم في الاجتماع العربي والإسلامي أمر آخر مهم هو أن الرجل لا يقبل بالحلول الآنية والحلول الظرفية والحلول المستعجلة بل يرى ضرورة التدرج في تعريف الناس بهذا المشروع وتعليمهم وتوعيتهم سياسيا لأن الإشكال أننا نعيش في العالم العربي أزمة ثقافة سياسية أزمة وعي سياسي محدود لذلك من المهم بمكان أن تأخذ تجربة السياسية وقتها وأن يأخذ النظال السياسي وقته حتى يتسنى للجماعة أن تنشر مشروعها وتجعل الناس على بينة من محامله المضمونية ومحامله الدلالية على اختلافها هذا من ناحية أخرى فإن الرجل لا يؤمن بالتغيير العنيف القائم على استخدام العنف أو على استخدام السلاح في إحداث التغيير لأنه يعلم سلفا أن هذا الشكل من التغيير هو تغيير انقلابي يؤدي إلى نهايات لا تحمد عقبها فكان ميالا إلى التطوير والتغيير السياسي السلمي بامتياز وهذه علامة واسمة لجماعة العدل والإحسان لأننا من خلال قراءة أدبيتها ومن خلال قراءة ما كتبه الأستاذ عباس الميسين نتبين أنها جماعة ميالة إلى الانفتاح على الآخر التواصل معه القبول بالتعددية السياسية القبول بالانخراط داخل مصار الحرك المجتمعي بتنوعاته المختلفة فنحن لسنا إزاء حركة دغمائية تنغلق على نفسها بل نحن في مستوى النشاط السياسي الحركي نحن إزاء حركة تقبل بالتعددية وتقبل بالانخراط في العمل السياسي السلمي المتعدد وهذا العمر أمر مهم جدا من جهة أننا نجد أنفسنا بساعد قراءة حركة لا تؤمن بالانتماء إلى الماضي والضياع في الماضي ولا تؤمن بالانغلاق على الذات بل تقدر أن علاقتنا بالماضي هي علاقة تفاعلية تقوم على استحضار إيجابية هذا الماضي وتجاوز سلبياته وقد ورد في الكثير من نصوص رسول عبد السلام ياسين قراءة نقدية للمصار السياسي الإسلامي خاصة في الفترة التي يسميها بمرحلة الانكسار الإسلامي التي نقد فيها الأداء السياسي للمسلمين يبقى في مستوى المقاصد أن عبد السلام ياسين يروم من خلال تأسيسه لفكر سياسي داخل المرجعية الإسلامية يروم تحرير الإنسان تحرير الإنسان من سلطة الدولة الشمولية من سلطة الدولة القامعة من سلطة الدولة المستبدة ويروم أيضا تحقيق الصالح العام في مستوى ضمن الرخاء تحقيق السلام وفي مستوى تحقيق الهدف الأسمى في نظره وهو إرساء شكل من أشكال الوحدة الإسلامية التي تساهم في تجميع جهود المسلمين والتمكين لهم في العالم باعتبارهم أمة قادرة على تقديم الإضافة وقادرة على الفعل في التاريخ بدل أن تظل في مقام الأمة المستهلكة أو الأمة الخارجة عن التاريخ من هنا تكتسب هذه المقاربة لدى الأستاذ عبد السلام يسين أهميتها من جهة أنها تأخذ في الاعتبار تطوير الإنسان تطوير وعيه السياسي والتمكين له باعتباره عنصرا صالحا قادرا على تقديم الإضافة وقادرا على تغيير الواقع فعبد السلام يسين بما أسسه في نظري يتجاوز العقل التكراري الإسلامي ويتجاوز العقل التبريري الإسلامي القائم على تبرير الاستبداد أو التشريع لسلطة الحاكم مهما ظلم ومهما تعصف لذلك أرى أن هذه التجربة جديرة بالقراءة ومعاوية القراءة خاصة في مستوى إدارتها أو في مستوى وعيها بالمسألة السياسية بتعقيداتها المختلفة وبأبعادها المتعددة ترجمة نانسي قنقر